أفغانستان نالت استقلالها مع خروج آخر جندي أمريكي من أراضيها ومونيت الولايات المتحدة بهزيمة ولم تحقق أهدافها هكذا وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح لا مجاهد لانسحاب الأمريكية من أفغانستان إلا أنه أكد رغبة الحركة في إقامة علاقات طيبة مع أمريكا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان بعد عشرين عاماً بمغادرة آخر طائرة أمريكية وأنهت أكبر عملية إجلاء في تاريخها من أفغانستان وفقاً لوزير الدفاع الأمريكي لويد إستن الذي أشار إلى أن الحرب انتهت وبدأ فصل جديد تتولى قيادته الدبلماسية بينما اتهم زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ترك الأمريكيين في كابول ليصبحوا رهائن ومنح طالبان المزيد من طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا وصفاً موعد بايدن النهائية للانسحاب من أفغانستان أنه فرصة لالتقاط الصور مع عواقب وخيمة الدول الغربية هي الأخرى أعننت انسحاب قواتها إلا أنها تسعى لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة في كابول بينما أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب في أفغانستان انتهت ولا حاجة لإقامة المنطقة الآمنة في مطار كابول مبنياً استغرابه من إسرال فرنسا وبريطانيا على إقامة هذه المنطقة وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية التي وصفت الانسحاب الأمريكية من أفغانستان بالمتعجل لكنه كان أمراً لا مناص منه مشيرة إلى أن أفغانستان أضعفت بشكل جسيم إن لم تكن قد دمرت كل من تجرأ على عبور حدودها منذ عهد الإسكندر الأكبر إلى الاحتلال الأمريكي في العام 2001 المرحلة المقبلة من حياة أفغانستان الجديدة مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية وتعتمد على مجريات الأحداث والمخططات الدولية فضلاً عن سياسات حركة طالبان التي أعلنت أن زعيمها هبة الله أخوة زادة هو من سيتولى رئاسة الحكومة الأفغانية المقبلة التي ستقوم بتشكيلها ترجمة نانسي قنقر